وأي شخص يظهر من عندها سواء كان من مستوى البرلماني كما سوى المسؤول للوزير أو من مستوى الأعلى ما يظهر من الأحزاب لأنه فشلت وما أنطت دور إيجابي للشعب ولا للوطن وبالعكس الوطن جزء حاوله وتجأته بس إن شاء الله مثل ما يقوله هو واحد الشعب ظهر الشعب برز إرادته إرادته أصبحت هي الفاعلة وعليه ما توقف أمام أجهة أخرى وإنما يستمر يستمر بالسلمية ويستمر بالمطالبة ويستمر بالعنصر الوطني المفيد للشعب مظاهرات والمتظاهرين يبقون إحنا ذولا كلهم شلع قلع من ريدهم لأن هذولا مشاركين بالإجرام ما للشعب ذولا شاركوا ذولا أخذوا أموال الشعب وقاعدين يطلعوننا واحد من بيناتهم عود هذا زين وهذا من يطلعوا يقولاني تبريت من الدعوة وذاك تبريت من غير شيء هذا ما يصير ما يصير إحنا نريد إنسان إنسان نزيه وطاهر ومناظل ويحب شعبه ومن ضمن ذول الثوار اللي يطلعوا بالمظاهرات هذا للريدة إحنا إحنا ما نريد واحد إيدا ملطخة بالدم أريد نوصلهم بكلام نعم إحنا هنا نقاعدين بالتحرير السني والشيع والمسيح والكردي هذه أول نقطة ثاني نقطة إحنا مو مشكلتنا مشكلة رئيس وزراء مشكلتنا مو مشكلة رئيس وزراء لأن كانت مطالبنا أول بداية إصلاح بس من نكتل الشهيد صفاء والشهيد محمد وشهيد ياسر وشهيد قاسم صارت شنوة صارت شنوة اسمع لي صارت شنوة صارت كلها ظلموا كلها قتلنا كلهم شاركوا بدم العراق أول شغل وهاي الحالم الموجود هنا خلت تسمعني كلها لا يمثلنا حزب ولا يمثلنا تيار ولا يمثلنا أي شخص يالي يمثلنا يمثلنا الموجود هنا أخونا تشبير مو مسؤول أخونا تشبير هنا ياهو أخوتنا الكبار وثالث شغلة قل لك ياه لو يتعبون لو يملون خاب عبالي مخلاهو مناك من صفحة الشط صبات لا قاعدين هنا إحنا ما نحرك إحنا ثوار نعمر ونصنع وتجارة عندنا ونعرف نشتغل وهذا بلدنا مو بلدهم وإحنا شنريد رئيس وزراء سمحني بس سمحني رئيس وزراء ما نريد واحد من الثوار مع احترامات للثوار ولا نريد واحد من الدولة لأن إذا واحد من الثوار راح أتعب العالم كله يطلعون واحد يطول أشكم فيلس مع احترامات للزين وراح أتدم شو أدارها أريد أريد إنسان أم عراقية وأبو عراقي جنسية عراقية جنسية وعد عراقية جنسية كان سني كان شيعي كان كردي بس أهم شي عراقي